طب وإحنا أنا يعني عايز بس أعرف نكتشف الموضوع ده بدري بدري إزاي ونعالجه برضو بدري بدري إزاي أولا الرياضة خلي بالحضرتك أن أحد عوامل الكشف المبكر يوميها لما كنا قاعدين في المحاضرة وإحنا بنتكلم الكلام ده كان في 2006 تقريبا أول ما بترينا نتكلم على مطلزمة الأيد قال لك أهم حاجة محيط الوسط محيط الوسط ده بتاع الراجل المفروض لا يزيد عن 86 سنطي طب قال لك إيش معنى محيط الوسط قال لك لأن محيط الوسط ده الايديل أو المناسب هو 86 سنطي ما يزيد عن ذلك معناه أنه فيه كمية دهون كتير قوي طب وإي يعني لما يكون فيه كمية دهون لقينا أن كمية الدهون الزيادة دي فيها مادة اسمها الأروماتيز الأروماتيز ده بيحول هرمون الزكورة الهرمون أنوس طب وبعدين يحصل تدي تراهل يحصل السادي يكبر الرغبة الجنسية تقل يبتدي يحصل ضعفه في الانتصاب كل الكلام ده كله بيؤثر سلبا يعني موضوع دهون الوسط ده طالع موضوع ده إحنا عايز أقولك أن كل الناس اللي كانت قاعدة كانوا بيوضعوا علينا اللي هي المزورة اللي بيليس بها الوسط كله ما بين المية والمية وعشرة طب وإيه تانية دكتور لو حاجة نقدر نعرف بيها مبكرا إيه اللي ممكن يحصل ما يبتدي المجهود الإنساني يبتدي يقل الزكرة بتاعته تدعف بيحصل نقص كمان تدريه في الهوموجنوبين يبتدي يأكل وبيعايز ينام الرغبة الجنسية بتقل خلي بال حضرتك أن هرمون الزكورة ده هو المفتاح اللي بيبتدي العملية جنسية من غير هرمون الزكورة أنا مش هتبقى فيها عملية جنسية نجحة حاجة كمان لما ابتدت أدوية الضعف الانتصاب والكلام ده كله تطلع الأدوية دي جاء فادت ناس كتير قوي يعني إحنا دخلنا في العلاج لأننا كنت حسأل حضرتك لازم يكون فيه علاج للقصة دي ما هقول لحضرتك طبعا ما هو لازم يكون فيه علاج وفي نفس الوقت كمان لقينا أن أحد أسباب تضخم البرستاتا هو الخلل الهرموني اللي بيحصل بعد سنة الخمسية لما بيحصل خلل هرموني طبعا عندنا نسبة من هرمون الأنوسة ونسبة من هرمون الزكورة الراجح أن هرمون الزكورة بيبقى عالي فبالتالي ما بيبقاش فيه تضخم في البرستاتا لما بيحصل خلل هرموني ما بين هرمون الزكورة والأنوسة نتيجة التحويلة اللي بتحصل هنا ده بيساعد على تضخم البرستاتا يعني أحد طرق العلاج أن احنا نعمل تحليل مظبوط مظبوط لهرمون الزكورة علشان نعرف نوازن القصة دي وبالذات الهرمون الزكورة بيبقى بيتأسف الدم بطريقتين بطريقة اللي هو التوتل اللي هو الهرمون الزكورة الكلي والفري اللي هو النشط الأكتف لازم نشوفهم علشان نبتدي ننصح الناس أنها تقلل وزنها وتبتدي يلعب رياضة كتير علشان ده بينشط الدورة الدموية تضبط القصة بالضبط ما يكون مع مساعدة أدوية أكيد ده لازم أنت عايز أقول لحضرتك أن الأدوية دي مهمة جدا لأنها دي اللي بتعوض الخلل الهرموني ده الشعر الأبيض نفسه من أحد أسبابه تدى ابتداء نقص هرمون الزكورة وده بيحصل ممكن عند سن التلاتين والاربعين خلي بالحركة الأغزية برضو اللي هنا بنقول لها دي مرضو ديها دور الأغزية سيفود السيفود طبعا مهم جدا الفراخ بالحاجات اللي هيا اللي كلنا بننصح المرضى تبع لعنها بالذات الفراخ اللي هيا مش بلها دي كلهم بيقولوا كده كله أغضى هربونات حبوب منع الحملة وده هربونات أرمونيسة فده متأثر برضو سيلبال على مستوى هربون الزكور